الأولمبياد بما أنه امتخبنا الأولمبيا خلاص على وشك أنه يبدأ مشواره إن شاء الله يوم 24 هل شايف أنه التجربة دي من قابلة للإستنساخ أو من الممكن أنها تفيد منتخب مصر الأول وكابتن حسام حسن؟ هي طبعا قابلة للإستنساخ وإحنا نتمنى أنه نعمل ده في مصر بس مش فرقة حسام حسن الحالية لازم نبدأ من الصفر لازم نبدأ من أول القاعدة من تحت نبتدي نهتم شوية بالنشئين وبالشباب باختيارات مدربين النشئين والشباب وحط تحت دي 100 خط لأننا نعمل لسه بسياسة الدور بسياسة أنا همسك منتخب دلوقتي 20 سنة أنت تمسك 17 سنة فلان الفلاني هيبقى ليه الدور السنة الجاية هيمسك بعدك وإحنا نعمل كده مش بنشوف من الأصلح من العمل دراسات في أمريكا من العمل دراسات في أوروبا من اللي معاه رخصة من الوافا من اللي معاه رخصة من الكاف مش ديه المعايير بتاعتنا خالص وبالتالي اختيار حتى اللاعبين بعد كده لما أنت تجي مدرب علشان هو كان لعب كرة حلوة أو عشان هو كان عنده علاقات جيدة بيختار المدربين في اتحاد الكرة في النهاية هو برضو بيختار مش بشكل أحسن حاجة علاقات سنوا بلدنا يا أستاذ ياريت على كده وبس لأن اختيارات النشئين فيها كوارث كتير الحقيقة حتى في الأندية يعني الموهبة لا تكفي أنك تكون لعب كرة في نادي وكلنا عارفين اللي بيحصل دلوقتي في كل الأندية تقريبا أو أغلب الأندية يعني وبالتالي انت مش معندكش أصلا قطاع نشئين تقدر تقدم منه منتخب نشئين ومنتخب شباب ثم منتخب أولمبي انت دلوقتي بص القائمة المنتخب الأولمبي مع احترامي الشديد ليهم وبص مثلا منتخب الأولمبي اللي كان مع كابتن حسن شحاتا أو منتخب الشباب اللي لعب ألفين وواحد مع كابتن شوق غريب هتلاقي فوارق شاسعة مش هتلاقي حد دلوقتي يمكن يلعب أساسي مثلا بس أنا أقول لك حاجة منتخب مصر الأولمبي اللي لعب اللي هو فاز بطولة أفريقيا وتأهل الأولمبياد توكيو أنا بشوف أنه القوام الرئيسي بتاعه القوام الأساسي أو عدد كبير جدا من لعبته النهاردة بقى أهم من جوم في الدولة المصر يمكن ده كان منتخب طفرة فعلا يمكن أبرزه كان مثلا مصطفى محمد عندك أكتر من لعب رمضان سبطي يعني لا لعبة كتيرة جدا منهم النهاردة بقيت من نجوم الكرة المصرية ومن نجوم منتخب أول عايز يعني أضم صغوتي لصوت محمد لما قالك صدفة إحنا ما عندناش نجاح بيحصل بتخطيط أبدا في المنتخبات المصرية أو في اتحاد الكرة نا دايما بتيكي معنا بالصدفة جات معنا صدفة المنتخب بتاع الثلاثة عشرين اللي كسب بطولة الثلاثة عشرين وراح توكيو بعد كده ما قدرناش نحافظ يعني من نوجة نظم ما قدرناش نحافظ على هذا المستوى إحنا رايحين الأولمبياد اللي جاي بعد ما كنا في توكيو بندور على ميداليا وكنا نقدر فعلا نجيب ميداليا على الآل خالص بلونزيا صدقت بالبرازيل برضو يعني طبعا ما هو الحظ طبعا إذا أمرت عن تطاع فأمر بيحو مستطاع وهم كزموا بعد كده البطولة لو البرازيل قبلتنا في حتة متأخرة شوائق ممكن أقول لك الجيل ده يقدر يجيب ميداليا لكن هو طبعا الكرة دايما بتحتاج الحظ وحنا دايما معرفش لي القرعة ظلمونة يعني دايما المتحدة المصرية دايما تلاقيها القرعة دايما